السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا اجمل متابعين يا رب تكونوا خير وسحة وسعادة دايما كل سنة وانتوا طيبين النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض حركة الفتح وهناخد كلمات بحركة الفتح اخدنا الحلقة اللي فاتت الحروف العربية اللي هما 28 حرف واخدنا حدودة الفتحة وازاي هي هتروح تلعب مع الحروف كلها وتقفوا قرصهم وتخليهم يفتحوا صوتهم وتخلي اصحابنا كمان يفتحوا بقوهم وهم بينطقوا ايه الحروف بالفتح ولكن لازم ننبه ان الفتحة دي حركة قصيرة 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 صوتها قصير جدا وسريع ونخطفوا بسرعة ده اهم حاجة هنقض نركز عليها طول المدة بتاعت حركة الفتح طيب سؤال مهم هنقض قد ايه مع الاطفال في حركة الفتح هنقض المفروض المدة من شهر لشهر ونصة او شهرين طبعا حسب قدرات الطفل في طفل ممكن يعرفها قبل كده ويدكنها وفيه ممكن بعد كده ويتاخر شوية فهنحن مش هنتنقل من حركة لحركة تانية او من قعدة لقعدة غير لما الطفل يتكن تماما الحركة اللي احنا واقفين عليها تماما اول حاجة اخذنا طبعا زي ما قلنا الحروف كلها بحركة الفتح الطفل يقضي يضرب عليه وينزل بهم في الكراسة وبالشكلية ان الشكل السليم والشكل المقطوع او الشكل الصحي والنايم زي ما احنا قلنا لمدة اسبوعين من اسبوع نقض كل يومني مليئ الحروف بالترتيب ونغير ترتيب ونعمل مراجعة على الحروف لحد ما نتأكد تماما ان هو اتقنهم بحركة الفتح يعني همليه هقول السود بس هقول له اكتب سا جا ا ا را واشوف هو بقى هيكتبها ازاي بالظبط اي حرف ما يعرفوش طبعا هنقض نعيد معا ونزيد فيه لحد ما يحفظو تماما بدون ترتيب انا عايزة اول ما اقول اي حرف بحركة الفتح ينطق بسرعة ليه بقى عشان لما ادخل في الكلمات يبهو خلاص هو عارف الحروف مفيش حاجة هتعطلني تماما واخدنا كمان الحروف المتشابه في النطق وفي الكتابة لازم اللي ما شافش الحلقة دي ضروري جدا هسيبها لكو تحت الفيديو ده طيب بعد ما خلصنا بقى الحروف وحفظنا بحركة الفتح كراءة وكتابة واملاء بالترتيب وبدون ترتيب هدخل بقى قد الطفل مقطع ثنائي ايه يعني ادي له حرفين بقى زمن عدمي حرفين مع بعض نح bestimm البقى حريفين مع بعض هنا عندي حرف هنا كانوا وائف بعيد مثلا بيلعب سروح عرف وكان الحرف الثاني هو خ كانوا وائف بعيد ويقابون كل شوف ي foram اه خا ويستنوا شوي طب ايه ده طب قالوا ايه رأيكم نلعب مع بعض اتفقوا كده ان هما يلعبوا مع بعض ويتكلموا في نفس الوقت هما الاتنين خلاص اعملوا دايرة جميلة وقالوا للا ندخل جوا الدايرة واحنا الاتنين نتكلم في نفس الوقت بقالوا ايه بسرعة مين يعرف يخطفها بسرعة كانوا بيقولوا اه خا لما يدخلوا بوا الدايرة ويمسكوا ايه بعد هيقولوا اخا 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 يلا كلنا نقولها بسرعة يبقى احنا خطفنا بسرعة المقطع الثنائي ما ينفعش ابدا ومن انا اقول اه واستنى شوية كده واخد نفس وبعد انا اقول خا كده الحروف تزعل جدا يبقى انا لازم اتضرب طول الوقت طول المدة بتاعت حركة الفتح ان انا اخطف الكلمة بسرعة اخطف المقطع سريع سريع ماشي يبقى هنا اخا طيب هنا برضو ازاي كان بيلعب بعيد والرا كان بيلعب بعيد قالوا يلا نمشي جنب بعدي ونمشي ويمسك ايه بعد كده عشان ايه لو اي حد جاي اخطفنا يلاقينا مسكين ايه بعد ويلاقينا اقوية ويخاف مننا رحوا وقفين جنب بعدي طبعا ما ينفعش يمسكوا ايه بعد عشان هما ايه حروف القطع طبعا لازم نراجع على حروف القطع حروف الصفير الحروف المفخابة والمراككة والحروف اللاثوية كلها هسيبها لكم تحت الفيديو ده هسيب لكم القيمة كاملة تمام لازم لأولود يشوفوا الحلقات بالترتيب خلاص فلما يقفوا جنب بعضها يقولوا بسرعة زارة 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 مختفى زارة بروا طب ايه ده ده ا وده كا طب ينفع قول ا واستنى شوية وقول كا لا يا زعل ولازم نختفهم بسرعة اكا اكا يبقى تحرفيه كده المقطع ده اسمه ايه اكا 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 طيب هنا و وده جا طب ما قولهم بسرعة وجا 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 يبقى الاتنين يتقالوا في نفس واحد خلاص يبقى ديناهم كده مقطع الثنائي يعني حرفين ممكن المقطع الثنائي ده نعود فيه مثلا من خمس ايام لأسبوع لأسبوعين حسب ما الطفل برده يتقنوا ان انا اجي امل ليه اقول له اكتب مثلا اكا يكتبوا ا وابعد شوية عشان حرف طبعا للاه حرف القطع فابدأ بحروف القطع الاول عشان هي كلها بعيدة عن بعض مش هتمسك ايه مش هتمسك في بعض او مش هتمسك في الحرف اللي بعدها خلاص عشان ايه ابدأ امهد لواحدة واحدة ان فيه حرفين هيقفوا جنب بعض طب بعد كده ندخل على الحروف عادي اللي هي المقطوع اللي فرده دراع حروف النايمة سيدخل بعد كده بقى على المقطع الثنائي اللي هو ايه حرفين هيمسكه ايه بعد او او الحرف المقطوع يعني اللي هيفرت دراعه او الحرف النايم وبرد دراعه ولا استطر لعل حرف يمسك في دراعه زي كده اهو كا تا الاتنين بسرعة كتا وهنا حا را التاب الي اتنين بسرعة حرى طب اجد من الاول كتا حرى ناشا الاتنين بسرعة ايه؟ ناشا اهم حاجة ان ضرب الاولاد يتهجوا في سرهم يتهجوا في سرهم في صمت سمع ايه؟ في صمت يعني ما اقولش ناشا وعالي سوتي لا ادربوا كده اقولوا يلا في سرك ناشا يبقى قراءة هبقى على طول ناشا انا عايز اسمع ايه القراءة السريعة على طول مش عايز اسمع الهجاء خالص ولا حد يقول علينا ان احنا ايه ضعاف ومش عارفين نقرأ ماشي يلا تهجى في سرك قراءة سأقولها بسرعة قراءة يبقى انا هدى بنفس الطريقة هكتب للاولاد المقاطع على حسب استيعابه اثنين او ثلاثة او اربعة على حسب مطفل يقدر يستوعب ويبدأ ينزل بهم ثاني يوم امالي خلاص امالي املاق لقيت وكتبهم تمام خلاص ادلو مجموعة مقاطع تانية لحد ما يدكنهم يعني اقل حاجة ثلاث ايام او خمس ايام في المقطع الثنائي ده على ما الطفل يدكنه تمام خلاص خلصنا هنا بردو نقرأ بقى قراءة سريعة ندرجو تمام على القراءة السريعة لانه هو بيكتسب السرعة من ايه؟ من المعلم او من الام خلاص فاحبدأ اقوله بسرعة كتا حرا طب نحاول نقول الاتنين مع بعض كده نعمل وصل ماشي؟ كتا حرا طب ايه ده كمان ناشا طب نجيب من الاول كتا حرا ناشا طب اخر حاجة ايه ده؟ كرا طبعا هتلاقي صعوبة في البداية انت بتضربيه قول انت ويقول وراكي وبعد كده هتلاقيه بسرعة بقى يقدر يجب يلا بقى نقول من الاول في نفس واحد كاتاحة رانة شاكرة خلاص ألهم بسرعة وكمان حاجة مهمة اوي ممكن نسجله صوته وفيس وهو بيقرأ ده حلو جدا هيتدي ثقة في نفسه وهو يسمع نفسه وهو بيقرأ كده ونشجع ونسقف له وبرافو حاجات حلوة كده طبعا هتخلي ايه يحب الكراءة ونشتري كتاب نور البيان او معالم الكراءة اي كتاب عشان يلاقي في كلمات كتيرة قوي نقدر نستعين بيها واحنا ايه؟ بندرب الاولاد على حركة الفتحة بحيث ان هو كل يوم لازم يقرأ ويتملى ماشي؟ بعد كده الخطوة التانية انا بدي دايما مواضع الحروف بقى وكلمات ثلاثية مع بعض يعني المواضع والكلمات او الافعال الثلاثية في نفس الوقت بالشكل ده كده الالف هو ا ا ا ا ا ا ا ان الالف اول الكلمة زي امرة الالف وسط الكلمة زي سألة الالف في اخر الكلمة طبعا قبل بيجي بعد حروف القطع او منفصل يعني زي قرأة وبرضو متصل هنا زي لجأة ناشأة انا بديله دايما انا بحب بدي مواضع الحروف كده كلها لحد من الالف لحد الياء مع حركة الفتح بس بحيث ان خلاص مش هسيب ولا كلمة او ولا موضع الغير لما يكون الطفل عارف هيتكتب ازاي عشان ما يجيش لي هنا مثلا يكتبوا لي مثلا هنا منفصل لا السين نايمة فهتفرد دراع انا بكتبه بس الواحد ايه منفصل ايه ايه حرف من حروف القطع الشائية يوجد اسم اله ابدأ اجليه الالف وتحتيه ا امرق وكما انطع كلمة امرق غير لماذا ؟ كدرة الطفل لو هو يقدر ياخد بقى الاشكال كلها بالكلمة تمام مش هيقدر ادي كلمة واحد يعني النهاردة مثلا اه امره ونقطع كلمة امره طب ايه التقطيع الصوتي ده طبعا نحب اديه في البداية خالص مع حركة الفتح عشان الطفل يتحود على ان التقطيع دمعي لحد ربعة او خمسة او اي طفل ضعيف عمتل نفضل ندي التقطيع الصوتي والدمج دول اهم تدريبين معايا يعلمنا اطفال الكرة والكتاب ان انا اجدوا الكلمة كده الكلمة اه سليمة امره امره مشي طبعا برضو نفس الحدوثة اللي قلناها هالا كان واقف لو واحد والمال واحد والره لو واحد وبعدين ايه رسمنا دايرة وقلنا لهم يالله بسرعة ادخلوه جوا الداية طبعا احنا كنا اخذنا المقطع الصنائي فهدره بقى ان هو يكتع ايه ان هو يكتع ايه اول حرفين مع بعض اهو انا شفت اي كلمة اقول اما والره تبقى كلها امره خلاص لان انا مدربوها قبل كده على مقطع الثنائي فكل ما دربته كويس على مقطع الثنائي هيعرف هيقرأ ايه كلمات ثلاثية لان هو اخذ خلاص عارف ان دا مقطع يعني دا اسمه ايه ساقا ساقا بسرعة يلا يبقى انا ما اجد اقرأ ايه ما عودش هتهجد كلمة كلها لا اخذ اول حرفين هو المقطع الثنائي وقلوا بسرعة ساقا لا يبقى كلها ساقا لا وهنا يلا كارا اا كارا اا برافو طب ايه دا لجا اا والليها تبقى لجا اا خلاص طيب في حاجة اسمها التقطيع الصوتي بنجيب سكينة كده ونقطع الحروف كل حرف لوحده وليها اغنية يلا قلوها معاي طوت طوت قطع قطع يا كتكوت حط حروف الكلمة جوا بيوت الحرف المتحرك في بيت لي وحده ايه الحرف المتحرك دا؟ يعني عليه؟ حركات قصيرة فتحة او كسرة او ضم انا عندي ايه في اللغة العربية نقول مع بعض دايما ايه الحركات الكاسيرة؟ فتحة وكسرة وضمة ايه الحركات الكاسيرة؟ فتحة وكسرة وضمة ثلاث حركات كسيرة وقشقية جدا وصوتهم سريع جدا تمام؟ الثلاث حركات دول بقى لو جمعها الكلمة كل حرف يقعد في بيت لوحده وامسك امر وكده اقطع بالسكينة اهو اا وانزلها في اول بيت دا كده البيت بتاعها ما انازلها في البيت التاني را انازلها في البيت التاني ايه اقطعت كلمة امره ولكن انازلها بنفس الشكل بنفس ايه؟ الموضع بتاعها في الكلمة يعني الميم هنا نايمة وفردة را انازلها هنا نايمة وفردة را الرا هنا متصلة باللي قبلها انازلها ايه؟ بنفس الشكل كده بحيث ان انا لما اجي بعد كده برضو ادي له تدريب ادمج واروح كدبله الكلمة متقطعة كده امر ادمج هالي يا حبيبي يلا اروح وكتبها كده امر يخليها ايه؟ يدوب يمسك الحروف تمسك ايد بعضها تاني تمام؟ برضو زي كلمة سألة هعمل فيها ايه؟ ازي هقطع تقطيع صوتي كل حرف في بيت الوحد وسأه وقطع بستكين او نزله في بيت الوحد اه ينزل في بيت الوحد ولا في الاخر ينزل في بيت الوحد يبقى ده كده التقطيع الصوتي يبقى دي الحق الطفل في اليوم حرف اه امراء والتقطيع الصوتي بتاعه وهو ايه كده؟ ده التدريب بتاع انه هرب طيب لو هو يقدر انه هو يستوع بكله كل الكلمات بتاعة الحرف اديها لهم فيش مشكلة تمام؟ اهم حاجة بس طول الوقت مراجعة على القديم مراجعة على الحروف مجموعات الحروف المختلفة اللاثاوية كما قلنا عن المفخامة المركقة حروف القطع حروف الصفير الكلام ده كل اللي يزم الطفل يراجع عليه يوميا باستمرار خلاص؟ طيب تاني يوم يلا با 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 مش تاني يوم بقى مباشرة لأ لما يتكن الالف تمام؟ كده لما يتكن الالف همزة بالكلمات بتاعتها سواء في اول الكلمة ووسط الكلمة اخر الكلمة طبعا بقى هاود ادي له املاقة برضو على كلمات احنا ما كتبنا هايش يعني انا تاني يوم هامل ليه الكلمات دي وممكن بقى ادي له كلمة زي نشأة زي لجأة بالضبط لو هو فهم موضع الحرف هنا في اخر الكلمة ان هو هيتصل باللي قبله لان اللي قبله ايه؟ من حروف النايمة من حروف المكتوعة فلازم الالف همزة هنا هيمسك في الجيب برضو هقول له نشأة برضو لازم الالف همزة يمسك في الشين هيبقى بنفس الشكل ده تمام؟ هدي له ربقة برضو بنفس الطريقة خلاص هدي له اخذة قال الالف جايف الاول وعليها فتحة يبقى عملها على كرسي الالف الطويل ده يبدأ هقيس من هو استوعب الفكرة ازاي ان انا هجيب له بقى كلمات تانية اضافية ما اخدهاش ما اتضربش عليها فهقيس هو فهم واتقن تماما للنقطة دي ولا لا؟ كما قلنا هنجد كلمات كثيرة اهو في كتاب ايه؟ مثلا مثلا اهو كتاب نور البيان كلنا هنشتري حلو جدا واتلاقوا فيه كلمات كثيرة جدا بالشكل ده خلاص اهو الطفل مش هستوعب كل ده وهيتشتد وهيبقى ضعيف وهنرجع نعيد معاه من الاول تاني قعدة قعدة كمام؟ خلصنا بقى موضع الحروف كلها لحد من الالف لحد الياه خلاص هنعمل ايه تاني؟ هنا برضا اقوى حرف الباق زي ايه؟ با بطا بطا قلت هاختف اول حرفين مع بعض بعد ما ادرب الطفل ايه؟ ايه كلمة ثلاثية هقوله ايه؟ ها احنا اخدنا المقطع الثلاثي يلا بطا شا بطا شا نبا تا نبتا كتا اعمله كده ساهم تحت الحرفين الايه الاول والتابي دايما كده اعمله زي طبق كده كتا با كتبا شاربا شاربا خلاص؟ وبرده اقدروا التقطيع بتاع كل كلمة ادربه دايما كل يوم على التقطيع برضو احاول ان انا اعمل لكم برضو حلقة عن التدريبات على حركة الفتح ازاي ادي تدريبات على حركة الفتح طيب هنا رقم ثلاثة بقى بعد ما اخدنا مقطع ثنائي كلمات ثلاثية نبدأ ناخد جمل بقى من كلمتين او اكتر زي ايه مثلا؟ اكل و هدربوا الاول على كلمة زي اكل وحرف بقى بعدها يعني اربع حرف اكل و فا قرأ فا دخل و تمام كده قعد ادربه ان هو يعود وقول ايه؟ كلمة ثلاثية وبعدها حرف بعدين بعد ما يفهمهم برضو كويس هتدي له بقى زود له كلمة كمين اكل وشرب دخل وجلس قرأ وكتب سأله فعرف خلاص الجملة اللي هي من كلمتين قدي جملة من ثلاث كلمات وهكذا يبقى دلوقتي هو هيدكن حركة الفتح تماما هنقط الله معارف الحروف كلها بحركة الفتح مقرأها بالترتيب ومن غير ترتيب تمالها بالترتيب ومن غير ترتيب همشي معها بنفس الترتيب لحد ما نوصل للجمل من كلمتين او من ثلاث كلمات هنلاقيه اتقانها تماما وبعدها نقدر ان احنا نتنقل على ايه؟ عركة الكسر تمال الحلقة تكون مفيدة النهار دا ليكم ما تنسوش بقى لايك واشتراك بالقناة عشان توصلكم باقي الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته